أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز منذ انتقام إن الله لا يخفى لا عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر متشابهات فأمم الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوينه وما يعلم تأوينه إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزخ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم لن تغني عنهم أموالهم ولا فأولادهم من الله شيئا وأولئك هم مقود النار كدأ بآيان فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذ الله بذنوبهم والله شديد الألقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس الوهاب قد كان لكم آية في فئتين تقاتل فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرون من مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشاوات من النساء والبنين والقناطير والقناطير المقنطرة من الذهب والكبرة والخير المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة وأزواج مطهرة وجطان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب وقنا عذاب النار الصادرين وصادقين والقانتين 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 والمنفقين والمنفقين والمستغفرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله وصيم بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم فكيف إذا جمعناهم فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ونفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء كودت لو أن بينها وبينهم أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رعوف بالعباد والله رعوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله والراحة تتبعوني تتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم دنوبكم يحببكم الله وأغفر لكم دنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم والمحن وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع عليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك ودريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مرلم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم مصلي في المحراب أن الله يبشرك بأحكام صدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغ لي الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم كنتين ربك واستدي وابكعني مع الله واركعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلوا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكوني ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول لهم كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والدوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كارئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في أيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما تدخلوا من التوراة ولمحل لكم معظى الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قائما أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهر لأننا نصريون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأمن من الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتدو عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدى خلقه من تراب ثم قابله كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل معنة الله على الكاذبين إن هذا لهما القصص الحق وما من إله إلا الله وإلا الله هو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعمل إن الله ولا نشرك به شيئا ولا يتعذ بعضنا بعضا أبابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأننا مصريون يا أهل الكتاب لما تحدون في إبراهيم لما تحدون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم فلم تحادتون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يموديا ولا نصابيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودق طائفة من أهل الكتاب لهم ضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجعل النهار وكفروا آخره لعندهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو حادوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله أوتي من يشاء والله واسع العليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار نؤدي إليك ومنهم من إن تأمنوا بذينار لا نؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قويلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم علام أليم وإن منهم لفريقا يلغون أنسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان البشر أن يؤتيهم الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقرأتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أذ غير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل على الله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أوتي أوسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مصدمون ومن يبتغ غير الإسلام ديما فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي قوم الظالمين أولئك جزاءهم أن عليهم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لهم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذابا ولو افتذا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا الجر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت مضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس سحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهرون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبين وجوههم وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وما الله يريد هلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن قاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفون إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضل من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصب وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتنون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن نكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ننفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صغر أصابت حوف قوم ظلموا أصابت حوف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِدْتُمْ قَدْ بَلَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُنُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِنُونَ هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغيير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة زنين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة العرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجريب تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكردين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهلوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلمون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام داولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاندوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت منه قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يطر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله محب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرٌ نَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَوْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ الْنَّارُ وَبِئْسَمَةُ وَالْظَالِمِينَ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تنون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يرشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ون الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتني الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بمعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين أرمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يرمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإن الله تحشرون فبما رحمة من الله ذنت لهم ولو كنت فضلا وليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله نحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غانب لكم وإن يخذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما يغل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون أفمن اتبع ربوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يحمدون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفراههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويسترشغون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يسترشغون بنعمة يسترشغون بنعمة من الله وفر وأن الله لا يضيع أجر المؤمنون الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنون ولا يحزنك الذين مسارعون في الكفر إنهم لن يطروا الله شيئا نريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يطروا الله شيئا ولهم عذاب عليم ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يبيز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الريب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شغل لهم سيطوقون ما بخلوا غيرما القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول جوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بولام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كلبوك فقد كذنب رسل من قبلك جاءوا جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أدوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشغفوا أدا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبين أنه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تنوبنا ولا تخزينا يوم القيامة ولا تخزينا يوم القيامة ولا تخزينا يوم القيامة ربنا وعاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفا بعضكم من بعض فالذين هاجوا وأخرجوا من ديان وأوذه في سبيلي وأوذه في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قدير ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله تمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْبِرُوا وَصَابِرُوا إِصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِرُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهُونَ ترجمة نانسي قنقر شكرا